نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية المنسوبة لوزارة القوى العاملة التي تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر وأكد المركز الإعلامي أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة ولا علاقة لها بوزارة القوى العاملة مشدتا على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة وناشد المركز الإعلامي الجميع بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر المعلومات مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرويجي تلك الإعلانات الوهمية ترجمة نانسي قنقر